اشتركوا في القناة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه بداية تحية طيبة لمنتدى رؤى للدراسات والمنظمين الكرام لتنظيم هذه الندوة الافتراضية وكذلك تحية خاصة للدكتور الصديق الأخ العزيز الرئيس منصف المرزوقي ويعني أنا ممتن الحقيقة لدعوتي لهذه الندوة للحديث عن قضية هي ليس من شك في أنها تمثل قضية الوقت وهي القضية التي أصبحت محور اهتمام العالم البقعة الجغرافية هذه غزة التي تكاد لا ترى على خارطة العالم إذا أفردنا الخارطة هكذا أمامنا هذه القضية البقعة أثرت على كل بقعة سواها من بقاع تلك الخارطة على مستوى العالم وأثرت فيها بعمق وليس فقط بشكل سطحي ولعلنا في هذه الندوة نتعرض لهذه الآثار التي التي رأيناها ولمسناها وأصبحنا نرصدها وأصبحنا نتابعها وأصبحنا نتلمسها حتى نحدث التغييرات التي نأملها ربما يجدر بنا في بداية الأمر أن يعني في مطلع هذا الحديث أن نستذكر أننا نعيش في هذه الأيام الذكرى الثالثة عشر للثورات الثورات الربيع العربي في تونس قبل أسبوعين واليوم في مصر وهذه الحقيقة الثورات نتذكر مرة ثانية حتى لا ننسى وحتى لا يعني يؤدي بنا المآل إلى أن ننسى البداية أحيانا يعني بعض التجارب التي بداياتها مفعمة بالأمل ومفعمة بالنجاح ومفعمة بالجمال نهايتها لا تكون كما نتمنى وكما يسر به المرء ولكنه لا ينبغي له أن ينسى أن هذه البدايات وقعت وأن أنها حدثت رغم ما كان ينظر لها على أنها استحالة نتذكر بأن حينما قامت واندلعت ثورة الياسمين في تونس وبفعل المرحوم محمد البو عزيزي هذه الحقيقة بعثت في الأمة أمل لم تكن الأمة بأكملها بل العالم أقول يعني قد شعرت بمثل هذه اللحظة في تاريخها وإذ بنا فجأة وفي غضون أيام نرى أن نظاما عربيا مستحكما ظالما طاغيا هذا النظام شرد هرب في لحظة من الزمن وأصبحت تلك اللحظة هي من لحظات التاريخ ينبغي أن لا ننسى أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات أننا حققنا أن شعوبنا حققت وفعلت وأننا شهدنا هذه اللحظات ثم ثورة 25 يناير في مصر والتي أصبحت أيقونة للأحرار في كل أنحاء العالم لا أزال أذكر أنني في ربيع ومن ثم في صيف عام 2011 سافرت كثيرا لأجل العمل ولأجل أيضا الحديث والتبشير بالربيع العربي في مختلف أنحاء أوروبا وفي أستراليا وفي جنوب أفريقيا وكذلك في أمريكا وكندا وأكاد أجزم أني لم أمر بعاصمة ولا بمدينة إلا ووجدت فيها ساحة من ساحات تلك المدينة سمي بميدان التحرير سمي بميدان الربيع العربي سمي بميدان الياسمين في زيورخ وفي باريس وفي واشنطن دي سي وفي سيدني وأصبحت يعني أسماء العرب والدول العربية أصبحت تتردد على ألسن الغربيين ب يعني احترام لم نكن نشهده من قبل فكسرت بذلك نمطيات رسخت ورسمت وتأسست في ذاكرة وفي ذهنية العالم الغربي عن تخلف العرب عن عدم جدارتهم بالديمقراطية والحرية عن عدم استحقاقهم لأن يتحرروا من ربقة الديمقراطية والتخلف وإذ بهم فجأة يرون في العربي يرون في التونس يرون في المصري يرون في الليبي يرون في السوري يرون في اليمني يرون في المواطن العربي يرون فيه أيقونة للحرية يجدروا أن يحترموا لأجلها أذكر أنني كنت واقفا في صف لأجل التفتيش في أحد مطارات أمريكا وإذ بشخص يعني يسبقني بمسافرين أو ثلاث مسافرين والذي يفتشه يسأله من أين أنت فقال له أنا من مصر فقال له هل كنت في الثورة هل كنت في ميدان التحرير قال له نعم فهذا الشرطي المدجج بالسلاح الذي تكاد لا ترى عليه علامات الإنسانية من فرط يعني استعداده للهجوم على أي مشتبه به ينادي زملاء ويقول لهم هذا مصري وهذا كان في ميدان التحرير فيصافحه الناس وبعضهم يقول هل لي أنا أخذ معك صورة وفجأة يعني هذا المسافر الذي كان يفتش وكان يخضع يعني شبهة أنه ربما مصدر خطر أصبح فعلا مباشرة يحتفى به من قبل ليس فقط رجال الألمن بل حتى بعض المسافرين هذه لا ننساها أيها الزملاء أيها الإخوة لأنها هي حقيقة لحظات مرنا بها وبغض النظر عن النهايات والنهايات لا شك أنها أليمة ولكننا اليوم نتحدث عن عن حدث هو ربما يكون بضخامة إن لم يكن أضخم من الحدث الجلل الذي وقع عام 2011 هو الذي سمي بأربياء العربية الذي نحن بصدده اليوم أيها الإخوة من جانب فيه من الألم وفيه من الفضاعة وفيه من المأساة ما يمكن أن نبقى أيام نتحدث بها ولا نكرر منها شيئا الأرقام يعني مهولة والمشاهد مفجعة ومذهلة ولم يبقى إنسان ذو ضمير إنسان ذو إنسانية نزع من الإنسانية إلا وشاهد ما حصل عبر المئة وعشرة أيام السابقة ويعني فطر فؤاده دمعت العيناه وأصبح يعني ملاسقا لذلك الحدث بالوجدان لا يفارقه المشهد لا يفارقه الخبر لا تفارقه الصيحات لا تفارقه أصوات النساء والأطفال والرجال الذين يتعرضون لجريمة الإبادة الجماعية على يد الكيان الصهيوني ولكن اليوم نحن بصدد شيء آخر أنا يعني عزمت على أن عفوا أنا يعني أقرأ أن البعض لا يسمع شيئا هل صوتي يصل هل صوتي واصل الصوت واضح تماما طيب ممتاز الله يجزيكم الخير طيب فالحقيقة الذي حصل في غزة ومرة ثانية يعني سأركز على الجوانب التي تبعث على الأمل وتكمل المشهد لأن الذي يركز على المشهد الذي تنقوله لنا شاشات بعض القنوات وليس الكل بعض القنوات الحقيقة يكاد يختنق من عدم وجود متنفس عدم وجود أي نوع من الأمل في فيما يرى ولكن كمقيم وناشط في الغرب في أوروبا على وجه التحديد أقول لكم يعني وبشكل قاطع أن الانتصارات التي تحققت ومنذ اليوم الأول ومنذ اليوم الأول نحن نتلمسها ربما أهل غزة لا يشعرون بها بشكل مباشر ولكن نحن هنا وأنا أحادث ناشطين في أمريكا وكندا وأمريكا اللاتينية وفي أفريقيا وفي جنوب شرق آسيا وفي أستراليا أحادثهم فيؤكدون لي أنهم يتلمسون انتصارات تحققت على مختلف الصعود ودعوني أذكر لكم الخمس مستويات الرئيسية التي نحن نلامسها بشكل مباشر المستوى الأول هو المستوى الشعبي الذي نراه اليوم ودون ما مواربة ليس انطباعا إنما معلومات إنما استقاءا لدراسات إحصائية لمسح قامت به مؤسسات مختصة وأرقام واضحة اليوم العالم منقسم إلى قسمين هذا العالم ربما أكثر من ثلثي بل نحن هنا في بريطانيا أكثر من ثمانين بالمئة في أمريكا أكثر من ثنين وسبعين بالمئة في أستراليا أكثر من ثمانية وستين بالمئة وهلما جرى هذا العالم هذا الشطر من العالم هو العالم الذي ينظر إلى ما يحصل ويقف صفا مع الشعب الفلسطيني اليوم غزة أصبحت أيقونة في نظر العالم ونحن نتكلم هذه النسب لاحظوا أيها الزملاء هذه ليست فقط أرقام هذه يعني نعم شعوب ولكن أيضا منها مؤسسات أيضا منها جهات مختصة بالقانون وبالحقوق وبتتبع الأخبار والأحداث وما شابه مؤسسات تربوية مؤسسات ضمن ما يسمى بقطاع المجتمع المدني المؤثر في نهاية المطاف فهي في حقيقة الأمر هي في غاية التأثير أنت حينما تقول أنه في أمريكا أكثر من ثلاثة وسبعين بالمئة من الشعب الأمريكي وأكثر من ثمانية وثمانين بالمئة من الشباب الأمريكي الذي هو دون الخمس وثلاثين سنة يقفون مع الشعب الفلسطيني فأنت تتحدث عن ثورة حقيقية وثورة في الوعي اليوم أنا في اليوم السبت الماضي حضرت وشاركت في وقفة احتجاجية في مدينة غلاسغو السكتلندية أمام مبنى البي بي سي وأخبار المنظمون أن هذه هي الوقفة السادسة عشر على التوالي في كل سبت هناك تجمع ويبلغ بالآلاف وأحيانا يصل إلى عشرات الآلاف في لندن يوميا يوميا هناك إما وقفات أو احتجاجات أو تظاهرات أو اعتصامات أو أخذ لمحطات القطارات والحافلات والجلوس فيها وعدم المغادرة أو يوميا ثم في نهاية الأسبوع الحدث الوطني الذي يتجمع لأجله مئات الآلاف من البريطانيين وممن كثير منهم لم يكن يدري عن قضية اسمها فلسطين أو إذا كان قد سمع بها فهو لا يعلم عن حقائقها بل هو مأخوذ بما ترويه أجهزة الإعلام النمطية اليوم أصبحت الجماهير الحاشدة الهادرة الحقيقة تتكلم عن فلسطين ولاحظوا نحن نتكلم عن بلد حكومته حاولت بشتى الطرق أنها يعني تشتت هذه التظاهرات أنها تهدد هذه التظاهرات أنها تهدد المتظاهرين بأنها ستسجنهم ستعتقلهم ستتهمهم بالكراهية وبنشر المعادات السامية ومع ذلك أصر هؤلاء المتظاهرين على أن يقوموا بما قاموا به بل أكثر من ذلك حينما قامت وزيرة الداخلية السابقة بالتهديد وقالت أن رفع العلم الفلسطيني قد يبدو منه أنه إشعة للكراهية أصر الناس على أن يحمل كل منهم العلم الفلسطيني وإن كانوا ليسوا مضطرين لذلك فهناك من الأعلام ما يكفي حينما قالت لهم أن النداء النداء المشهور عندنا في بريطانيا فلسطين ستكون حرة من البحر إلى النهر قالت هذا دعوة لإبادة جماعية لليهود وهذه جريمة بل وقالت أن الذي ينادي بذلك النداء يعتقل وربما يسجن لما يربو على السبع سنوات وإذ بالناس ومن تلقاء ذاتها ودون تنظيم وأنا أحد المنظمين من تلقاء ذاتها تصر على ذلك النداء رغم أننا أشعنا بين المتحدثين على المسرح أنه ابتعدوا عن هذا الشعار قولوا شيئا آخر لكن لا يعني تعرضوا أنفسكم للخطر ولكن الناس هي التي أصرت على هذا النداء فأصبح هذا النداء منتشرا حتى يعني بين الأطفال الذين لا يعرفون ما الذي يقولون من شدة ومن كثرة ترداده الحملات الشعبية والتضامن الشعبي اليوم الحقيقة نجده غير مسبوق أخوكم قبل يعني 22 سنة 21 سنة قاد المظاهرات المليونية حول العالم في فبراير 2003 ضد الحرب في العراق وأجزم لكم وأجزم لكم أن الشارع اليوم يغلي بشكل مختلف عما غلى به قبل 21 سنة واليوم نجد شعورا مختلفا الناس تبحث، الناس تقرأ، الناس تسأل، المنظمات تعمل، الجهات الإعلامية البديلة عن الجهات النمطية تشتغل والحقيقة هذه من علامات الانتصار لغزة المستوى الآخر هو المستوى الإعلامي أيها الإخوة والأخوات كنت في ندوة أكاديمية قبل يومي وكان الحديث عن هذه الظاهرة الإعلامية التي نحن نعيشها وهذه الظاهرة تؤكد بما لا يترك مجال للشك أن الرواية الفلسطينية سحقت، لا أقول غلبت، بل سحقت الرواية الصهيونية وهذه من ما لم نشهده من قبل يعني نحن لسنا، ليست هذه المرة الأولى التي تهاجم غزة وغزة محاصرة منذ أكثر من 17 سنة وفلسطين تتعرض لما تتعرض له منذ عقود فلكن هذه المرة وبشكل يجمع عليه الكل العدو والخصم قبل الصديق أن الرواية الفلسطينية هي التي غلبت، بل سحقت الرواية الصهيونية ولذلك أسباب، وربما هناك بعض الأسباب التقنية والفنية وغير ذلك ولكن لا شك من الأسباب أن جل المشاهدين بدأوا يستقون أخبارهم من قنوات ومن مصادر بديلة عن البي بي سي والسي أن أن ورويترز والجهات المعروفة وأصبحت لا تثق بهذه الروايات وربما لهذه قصة وحكاية أنا كأكاديمي مبتم بها وربما أعود مثلا لقضية مضحكة حقيقة ولكنها من أقدار الله وللجنود السماوات والأرض أنا باعتقادي أن أول من زرع بذرة الشك في الإعلام هو دونالد ترامب الذي بدأ بقصة الفيك نيوز والذي كسر النظر النمطي أن ما تراه على البي بي سي على سبيل المثل هذا لا يمكن أن يشك فيه لا يمكن أنك تبحث عن مصدر آخر لكي تتأكد مما يرويه المقدم المشهور البارز يعني ذو البدلة الأنيقة على شاشات البي بي سي اليوم الشباب لا يتابعون هذه القنوات ونحن وفق تقارير وإحصاءات قبل شهر ونصف أو كذا في نهاية عام 2023 أوردت بأنه أقل من 22-23% فقط هم الذين يتابعون البي بي سي وشانل فور والسي أن أن وسكاي وهذه القنوات المعتادة بينما أكثر من 70% من المشاهدين ولا سيما من الشباب يتابعونها من خلال الحسابات مواقع التواصل الاجتماعي والتيك توك والفيسبوك وهل مجرى فهم لا يحتاجون إلى المراسلين الذين يتقاضون يعني أجور عالية من قبل البي بي سي وسكاي بل هم يتواصلون مع الشباب الفلسطيني الغزاوي الذي هو في موقع الحدث ويرسل لهم المشاهد والمقاطع بشكل مباشر وهي بذلك تنتشر كالهشيم كالنار في الهشيم الجانب الثالث هو المستوى السياسي المستوى السياسي وهذا حقيقة له حكاية اليوم نحن في سنة انتخابية في الولايات المتحدة الأمريكية وفي بريطانيا ونحن دوما كنا نقول أن الغرب لن يتخلى عن إسرائيل إلا إذا بأتت إسرائيل عبءا حقيقيا على تلك الدول حينئذ يتغير موقفها الرصين في دعم الكيان الصهيوني ويصبح موقفا يعني فيه شيء من الاهتزاز وفيه شيء من المرونة والليونة وحينئذ يبدأ الكيان وتبدأ هذه التي تسمى إسرائيل بالتساقط شيئا فشيئا والذي نجده اليوم أن إسرائيل باتت ذلك العبء باتت ذلك العبء والحملات الشعبية والخسارة الإعلامية تؤكد هذه التوجه الخسارة الإعلامية والخسارة الشعبية تؤكد الحقيقة هذا الضغط السياسي الهائل فأن ترتفع أصوات الديمقراطيين في أمريكا على الرئيس بايدن بالشكل والآن لا يسمى إلا جانسايد جو جو الذي يدعم الإبادة الجماعية والشعور العام في بريطانيا بأنها تريد التخلص ليس فقط من الحزب الحاكم حزب المحافظين بل تريد أيضا أن تنأى بنفسها أن يأتي حزب العمال برئيسه كير سامر الذي أيضا وقف ودعم الكيان الصهوني والبحث عن البديل الحقيقة اليوم لا أحضر محاضرة ولا أشارك في تجمع ولا أتحدث في حشد جماهيري إلا والسؤال ما الذي سنفعله في الانتخابات القادمة وهذا يأتي من الجميع إخواني وأخواتي أنا يعني ربما كان علي أن أبدأ بأن أقول أنا لا أتكلم بإسم العرب والمسلمين يعني أنا أتحدث عن الشعب البريطاني أنا عملي وسط البريطانيين الطبق السياسي والإعلامي والشعبية والحقوقية وما شابه فهذا الذي نشهده اليوم هو الحقيقة تغير وإعادة تشكيل لحقيقة سياسية وبالمناسبة قصة غزة تأثيرها كالتالي تأثيرها أنها تجعل المواطن العادي يسأل يقول هذا السياسي الذي ينظر إلى ما يحصل في غزة ينظر إلى دك المستشفيات دك المدارس قتل الأطفال ثم لا يعتني بكل ذلك كيف نستطيع أن نضع فيه ثقتنا وأنه سيعتني بأحوالنا نحن في قطاع الصحة وفي قطاع المواصلات وفي قطاع التعليم كيف نثق فيه فأصبحت غزة ترمز إلى البوصلة الأخلاقية اليوم التي هي باتت مفقودة الحقيقة في الغرب الناس يعني منذ سنوات ومنذ الانتكاسة في حالة الغرب اقتصاديا وحتى على الأداء السياسي ونزوعها إلى اليمين ونزوعها إلى التحارب والتسليح وما شابه الناس كانت تبحث لماذا 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 اليوم الناس أجابت وعرفت بأن البوصلة الأخلاقية المنظومة الأخلاقية هي المفقودة ضمن الحسبة موجود كل شيء الإمكانيات متوفرة التقنيات متوفرة الاختراعات متوفرة ولكن الحقيقة أن الجانب الأخلاقي هو المفقود والبوصلة الأخلاقية المفقودة وهذا الأمر الآن بدأت الناس تعتني به الجانبين وبشكل سريح حتى لا أخذ من أوقاتكم وحتى نستمع إلى أستاذنا الدكتور منصف الجانب القانوني أمس كنت على رئيس وفد مثل المجتمع العربي البريطاني في زيارة إلى المفوضية العليا لجنوب أفريقيا هنا في لندن وجلسنا وزرنا المفوض السامي هنا في لندن لجنوب أفريقيا ودار بيننا حديث الحقيقة كان من أروع ما شاركت فيه الكلام الذي تكلم فيه والمعاني التي بها والتعاطف الذي أبداه الحقيقة يؤكد على مسألة ونحن ذهبنا إلى تقديم الشكر لحكومة والشعب والفريق القضائي لجنوب أفريقيا الذين تحركوا ضمن ساحة تكاد تكون كحالة الشلل العالمي العجز غياب الضمير غياب القدرة على التحرك كبشر وإذ بجنوب أفريقيا لا عرب ولا مسلمين ولا هم يحزنون على الطول جنوب أفريقيا التي وجنوب أفريقيا يمنية أي قونة الحرية في زمانين الحديد وهي الأعرف المجتمعات والشعوب بمعنى الأبارتهايد بمعنى نظام الفصل العنصري بمعنى العنصرية المقيتة فالحقيقة يعني على الجانب القانوني وما حصل في محكمة العدل الدولية الحقيقة حدث تاريخي بامتياز وأنا اسمحوا لي في دقاق أبين لكم هذا الذي نحن بصدده أيها الزملاء أيها الإخوة والأخوات الذي جرى من تقديم ملف الإدعاء لجنوب أفريقيا أمر تاريخي بامتياز أمر تاريخي بامتياز ويشكل لحظة انتصار في غاية الروعة أقول لكم كيف الأمر الأول هذا الملف الذي الآن ترجم إلى أكثر اللغات الدولية وهو موجود أنصح الجميع بالاطلاع عليه من أروع ما كتب قط من أروع ما جمع وبلغة قانونية رصينة ويبرز الجرائم التي ارتكبها الكيان الصهيوني بحق الفلسطينيين بشكل ليس من خبير قانوني دولي إلا وقال هذه القضية لا يمكن أن تخسر هذا الملف لا يمكن أن يرد وبالفعل قضية رصينة حتى أن الدفاع الإسرائيلي لم يتعامل مع الملف الادعاء بل أصبح يتكلم عن مظلومية الشعب الإسرائيلي عن الهولوكوست عن أنه كيف يكون مثل هذا يعني أصبحوا يتكلمون في واد بينما الإدعاء في واد قانوني آخر فالملف أصبح موجودا وقلت لمن سألني القرار النهائي لمحكمة العدل الدولي أنا باعتقاد يأخذ سنوات ربما خمس سنوات سبع سنوات كما وجدنا في قضية مذبحة سربرنيتسا بعد عشرين سنة من وقوع المذبحة وتفتت العظام وكذا ثم قضت المحكمة وأنا أظن أنه الأمر مشابه هنا ولكن هذا الملف الذي أصبح وثيقة بين أيدي ملايين الناس هذا نصنع منه قصصا ومسرحيات وأفلام وبرامج تلفزيونية وحكايات ونصنع منه كتب ونصنع منه مؤلفات وتدرأ وتنشأ فيه رسالات الماجستير والدكتوراه هذا الآن بين أيدينا لا ننتظر قرار محكمة العدد الدولية الأمر الآخر أن الفريق للدعاء الجنوب أفريقي الرائع بكل أفراده وقف واليوم كامل على مشهد ومتابع من قبل المليارات فوق المليار ونصف من الناس حول العالم وهو يتكلم دون مقاطعة بلغة رصينة واضحة سليسة سهلة يتكلم فيه عن جرائم الصهاين هذا لم نشهده من قبل هذا لم تكن لنا فرصة أن نفعله من قبل اليوم العالم الذي لم يكن يعرف عرف الذي لم يكن يسمع سمع هذه الحقيقة تغير في المعركة تغير هائل وحتى لا أطيل وبإمكاني أن يعني أسترسل المسألة الأخيرة القضية الحقوقية وهذه قضية واضحة وكنا نعول عليها دائما في السابق لكن الآن بسبب الزخم الإعلامي الزخم القانوني الزخم الشعبي أصبح حتى التقارير الحقوقية أصبحت يعني في في مستوى لم نكن أيضا نبلغه من قبل واليوم أصبحت المؤسسات الحقوقية بجانب المؤسسات الدولية المعروفة أصبحت مؤسسات حقوقية موجودة داخل الكيان هي أيضا تتكلم في الجرائم التي ترتكب على يد الجيش وعلى يد المجندين الإسرائيلي بحق الفلسطينيين ويوم أمس ربما رأيتم جميعا المقطع الذي هو في إحدى القنوات الإسرائيلية والتي تحدث فيها الجميع بما فيهم المقدم عن جرائم اتهم بها اتهم بها الفلسطينيين في بداية الأمر غروج لها على أنهم قاموا بها وجميعهم قالوا بعد ذلك أنها كانت فبركات وأكاذيب قام به بعض اللصوص من المجندين أنتهي أستاذ الكريم وأقول نحن أيها الإخوة والأخوات وبينما يعني نحن حقيقة غارقون في بحر من الألم لأجل ما نراه من فاجعة تقع يوميا بإخواننا في غزة إلا أننا ينبغي أن لا نغفل عن الانتصارات التي تتحقق فكرة إسرائيل أيها الإخوة فكرة انتهت اندثرت اندثرت خلاص وهذا فعلهم هذا عفوا الحيواني بحق الفلسطينيين هي يعني نزع الروح هذا ما فعله من تنزع روحه قد تطور البضعة سنوات ولكنها هي النهاية لم تعد لا عندهم الجيش الأخلاقي هذا انتهى هذا البلد الذي فيه اليهودي يعني في آمن بقعة من بقاع العالم هذه حكاية انتهت الفلسطينيون سينسون هذه يعني مسألة اصبحت مضحكة بل بل لم يعود الامر متعلق بالفلسطينيين يا جماعة الخير نحن اليوم نرى الفريضانيين الانجليز يمشون في الشوارع وهم يحملون اعلام فلسطين على صدورهم ويرتدون القبعات التي تقول فلسطين ويشترون الكفية اليوم هذه الوشاح ونحن في زمن البرد الوشاح الكفية الفلسطينية شائعة جدا 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 وليس فقط عند المسلمين فنحن في لحظات ينبغي ينبغي ان نفهمها ان نقرأها بشكل صحيح ثم ان نرسم معالم المستقبل بناء عليها اشكركم كثيرا واتمنى لكم النجاح والتوفيق والسلام وعليكم ورحمة الله نستمع نستمع إلى فخامة الرئيس الدكتور المنصب المرزوقي فخامة الرئيس الدكتور المرزوقي هو رئيس الجمهورية التونسية الأسبق هو أبرز الشخصيات السياسية في تونس والوطن العربي لما حمله على عاطقه من أدوار تحرورية نستمع لفخامة الانصاب عجوية معلجة عنوان النجوة ومحاورها فليلتفض المشكور السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخواني أخواتي أولا شكر الموصوف لمنتدى الرؤى وتحية لكم جميعا أخواني أخواتي الموجودين الحاضرين في هذه الندوة كلمة فقط هذا الصوت مسموح الأواصل الصوت مسموح نعم طيب إذن أولا طبيعة حال نحن اليوم يعني كنا نتابع ونشاهد المجال التي تقع في غزة وكنا نتألم وكنا نشعر بكثير من الأسفة ومن الغضب لكن علينا أن نعضل على الجرح وأن نواصل لأنه قضية إيقاف الحرب وقضية التجند وهذه يعني مسائل حيوية سنعود إليها لكن أنا أريد أن أذكر بأن اليوم يوم 25 يناير هو يوم الثورة المصرية تحية لكل الثوريين رحم الله صديقي وأخي ورفيق النضال الرئيس الشهيد محمد مرسي الذي كان هو أيضا إلقونة من إلقونات الثورات العربية ودفع حياته ثمنا لهذه الثورات وإن شاء الله يعني علمي أنه في يوم الأيام يعني نعيد لهذا الرجل مكانته الحقيقية في تاريخ مصر وفي تاريخ الأمة الآن سأحاول أن ألخص يعني نظرتي للإشكالية التي ترحتمها علي وهي قضية الحاضنة الشعبية بصفة عامة يعني هنا ستحدث من يعني سأبدأ بالنصف الملأة الكأس يعني عندما تحدث عن الحاضنة الشعبية وتعاطفها مع قضية أهلنا في غزة الخبر الطيب بالنسبة لي هو أن الحاضنة الشعبية لهذه القضية لم تعد يعني لا حاضنة فلسطينية ولا حاضنة عربية ولا حاضنة إسلامية هي الآن أصبحت مثل ما قال الأخ أنس يعني حاضنة عالمية وهذا بالنسبة لي هو أكبر أكبر ربما انتصار لقضيتنا أن الحاضنة أصبحت حاضنة عالمية ولم تعد حاضنة قومية أو دينية وهنا أنا كحقوقي لأننا مثل ما تعلمون أنا كنت رئيس الرابطة تنسي الدفاع عن حقوق الإنسان واشتغل في حقوق الإنسان على صعيد العربي على صعيد الأفريقي إلى خيره في الفترات الأخيرة هذه بدأت أسمع النشاز من بعض القومجيين ومن بعض المتخلفين الفكريين يقول والله أنظر إلى مواقع نفاق الحكومة الغربية هذا دليل على أن حقوق الإنسان انتهت وحقوق الإنسان كلم فارغ إلى خيره والعكس هو الصحيح ما الذي يجعل أوروبيين ومنهم يهود يخرجون للتظاهر في أمريكا في بريطانيا في إسرائيل في كل مكان إن لم تكن قيم حقوق الإنسان الحقيقي ما الذي يجعل دولة ليست لا عربية ولا مسلمة وهي دولة جنوب أفريقيا هي التي تتقدم بهذه الشوكورة يعني لو تقدمت بها تونس أو تقدمت بها أي دولة عربية مفروض أنه يقع لكن لم يقع وربما هذا أحسن هذا دليل على أن قضية ليست الآن قضية غزة ليست لا قضية صراع إثني وليست قضية صراع قومي وإنما هي صراع شعب من أجل الحرية من أجل الكرامة من أجل القيمة الإنسانية بالتالي أنا يعني كونها جنوب أفريقيا وهي دولة لا عربية لا مسلمة هي التي تقدمت بالشكوى وكون يعني نجد شعوب العالم أجمع وخاصة هذه الأجيال الجديدة تتجند لشعب ليس ليس لا ينتمي لا عرقيا ولا دينيا ولا إلى خلية لهذه الشعوب دليل على أن قيم حقوق الإنسان هي حقيقية فعالة ناشطة وأنا كحقوقي سعت جدا بأن أرى أن هذه الأفكار التي دافعنا عليها في التسعينات ضد القوم الجرية المنغلقة ضد تعصب الديني المنغلق إلى خيري لنقول انطبهوا هذا العالم أصبح له قيم مشتركة أصبحت له رؤية مشتركة أحلام مشتركة لإعلان العالمي للحقوق الإنسان إلى خيري أنا سعيد جدا بأنه كل ما دفعنا عنه في التسعينات في الثمانيات في أصعب الظروف عندما كان سائدنا الخطاب القوم الجر والخطاب الديني المتطرف إلى خيري أنه الآن جاءت هذه الهدية بين دفرين هدية السماوية لتظهر أنه شعوب العالم أيضا متشبعة بهذه القيم وهذا ما يجعلني أنا أقول رحم الله الشهداء أعادوا ربما من دون أن يشعروا لقيم حقوق الإنسان والقيم الأخلاقية أعطوها زخما لم يكن موجودا في السبق وهذا يعني أنا بالنسبة لي يعني ضرب بعرض الحياة كل هذه الادعاة الكاذبة حول أن حقوق الإنسان هي قيم غربية وقيم ليس لها قيمة إلى خيري مثل ما يقال الآن عن هذه الديمقراطية لا تصلح ولا تصلح لسبب مبسيطه أن بعض الدول الديمقراطية خانت قيمة الديمقراطية ودائما بدأنا أقول لهم يعني أنتم تحتجون على على الديمقراطية بهذه النفاق لحكومة الغربية ولكنكم ترفضون الاحتجاج على على الإسلام بداعش يعني نحن لو لو احتجينا على الإسلام بما تفعله داعش لكنا يعني في خطأ كبير في جريمة في كفر ولكن بعض الناس تحتج على الديمقراطية نظرا لأنه حكومة غربية يعني ترتكب هذه الخيانات للقيامة الديمقراطية وحقوق الإنسان إذن هذا الخبر إن صح التعبير الخبر الطيب بالنسبة لي كحقوقي كإنسان هو أنا أرى هذا الزخم وهذا الحب وهذه الأجيال الجديدة التي تلتف الآن حول القضية الفلسطينية وأن هذه القضية الآن لم تعد قضيتنا وإنما أصبحت قضية العالم أجمع هذا بالنسبة لي أهم شيء الخبر السيء بالنسبة لي أيضا هو يعني ما رأيته من يعني من قلة الحراك الشعبي العربي بصراحة كنت أنتظر أكثر من هذا كنت أنتظر أن الشعوب العربية ستخرج ستهب في الشوارع أن الشوارع لن تخلوا لا في مصر ولا في الأردن إلى أن يطرد السفير الإسرائيلي كنت أتمنى أن تكون فيه مظاهرات عارمة طول الوقت ودعوتوا لهذا أكثر من مرة تحدثت أكثر من مرة في كل إماكن أنه يا أخواني لابد أن تخرجوا إلى الأخير لكن خليني أقولكم أنه بوضوح بكل ألم أنه يعني هبت الشعوب العربية لم تكن بالشيء الذي أنتظره بطبيعة الحالة أنا أعلم أنه الحاضنة الشعبية يعني من الناحية المحبة والتشاوب لا شك في ذلك أنه كلنا الشعوب نتتألم كما لكن أنا كنت أنتظر أن يكون هناك يعني أردت فعلا أقوى من هذه طيب عندما لاحظت هذا بدأت وأبحث عن التفسير وأقول حتى عن التبرير يعني كنت أحاول أن يعني فيه فعلا فيه تفسير وتبرير أنه مثلا أنه شعبنا في السودان الشعب المنهك أنه شعبنا في سوريا الشعب المنهك أنه شعبنا في ليبيا الشعب المنهك هذه الجانратьها منهكة فعلا بالحروب كيف تعيب عليها أو كيف تłbyضعك تلومها على أنها ليست يعني محتشدة طول الوقت هناك الانهاك الاقتصادي شعوبنا شعبة في التونس الآن منهاك الشعب المصري منهاك اقتصاديا كذا هناك أيضا ضغط الحكومات واضح أنه شعب المصري والشعب الجزائري لا يستطيع أن يتظاهر هناك منع واضح إلى خيره حيث يعني مثل ما نقول وإحنا عمنا في مثال في تونس يقول لك جي تلوم تعذر تلوم تعذر طيب لمح على نوحي الوقف أهلنا في اليمن لمح على خرج أخواننا في المغرب لمح على خرج أخواننا في يعني في الأردن إلى خيره لكن رغم كل شيء مثل ما قلت كنت أتمنى أن تكون ربما هذه فرصة لكي تعود الشعوب العربية إلى وخاصة بالمقارنة يعني أنا لما فعلا أنا خرجت هنا في باريس في مظاهرة شاهدت أن الفرنسيين أحيانا أكثر عدد من العرب أيضا الزخام للمظاهرات التي خرجت في واشنطن في لندن في كذا لا يقارن بالشيء الذي خرجه إذن عندي يعني نوع من يعني من الألم بصراحة كنت أتمنى أكثر من هذا لكن في نفس الوقت أنا مش فقط قضية هي قضية تتعلق بالتفسير والتبرير ولكن بما معنى هذا ليش شعوبنا الآن يعني مثل ما قلت أنه هناك الإنهاك هناك الحروب التي تعاني منها يعني هناك ربما الشعور بأنه ولو نخرج ونصرح وثم نعود إلى البيت ولا يتغير شيء لأنه على الأقل ما هي إمكانياتنا أنه نفرض على يعني إيقاف كل عملية التطبيع كل عملية التواصل مع هذا النظام الغاشم إلى خريب وفي نفس الوقت أنا أعتقد أنه يعني عندما أحاول أن أتذكر كيف كانت الأمور في 2010 قبل ما تنطلق الثورات الربيع العربي كان هناك أيضا نوع من الصمت وهذا الصمت كان بالنسبة لي صمت مريب لأنه إلى درجة أنه أتذكر أنه كانت هناك نقاشات مع فيصل التقاسم في أكثر من برنامج وكان خصومي يقولون أنه هذه الشعوب ماتت هذه الشعوب انتهت هذه الشعوب لن تتحرك هذه الشعوب لا تسوى كل ما تضفر إلى خريه وكنت أنا يعني أقول بالعكس أقول هذا انتبهوا هذا ربما فترة اختزان ثم ستأتي المراحل التي سينفجر فيها البركان وفعلا انفجرت البراكين في 2011 لم أكن أتوقع أنا نفسي كنت لا أعرف ستتفجر هذه البراكين بعد عشر سنوات بعد موتي أو فانفجرت البراكين في 2011 أنا شعر أنه نحن نمر بنفس الشيء أنا شعر أنه شعوبنا تنظر تشاهد تختزل وأنه الآن عندها يعني مش فقط مشاكلها الاقتصادية والاجتماعية ولكن أيضا مشاكلها تجاه هذه الأنظمة الحقيرة التي ترى ما يقع أنا عندما أسمع أنه أهلنا في غزة يتدورون جوعا بينما الإمدادات التي لم تعد تصل إلى أيلات تمر عن طريق الموانئ الإماراتية ثم بعد تمر عن السعودية ثم بعد تمر عن يعني عن الأردن بما معناها أن الشعوب الدول العربية الآن ترفع الحصار عن إسرائيل يعني تمارس الحصار على غزة النظام المصري خلاف خلاف اللي ما يقوله السيسي هذا الكذاب عندما يقول لا والله لا هو السيسي هو الذي محاصر غزة ولكن هذه الأنظمة الآن ترفع الحصار عن إسرائيل أنا شعوبنا كلها ترى هذا الشيء وتختزن وأعتقد أنها الآن عندها قضيتين هي قضية تحررها الداخلي من هذه العصابات التي أفشلت وأشهضت الربيع العربي وفي نفس الوقت الآن عندها مشكلة مع هذه الأنظمة يعني التي بلغت تحدا من العار لأنه بالنسبة لي لا يمكن أن يوصف اليوم شيء إلا بكلمة العار نحن الآن على طرف النقائد لما كانت تلك المرأة تعرفون القصة الشهيرة ومعتصماها الآن كم من مرأة فلسطينية تسقط يعني ومعتصماها لكن ولا واحد فيهم يمكن أن يرقى إلى مش إلى عشر المعتصر بالتالي الآن هذه الدول هذه الأنظمة الآن أظهرت جبنها عملتها نذالتها بكيفية واضحة إضافة إلى كل ما تختزنوا هذه الشعوب من يعني من رفض لكل إجهاض الثورات لإجهاض أحلامها إلى خريفة بحيث أنا نظريتي الآن هو أنه هذا 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 الصمت أو هذا عدم التجاوض هو المرحلة اختزان وأنه البركين العربية ستنفجر وأنه سدعاد يعني موجة أخرى من الثورات العربية وغزة هي التي يعني ستكون يعني الزر الذي ضغط علىها لم أكن أتصور أنه غزة هي التي ستكون لكن أنا أعتقد أنه لا أدري لا أقرف الفرجان ولا يستطيع أحد مننا أن يقول أنه الثورات العربية بعد غد أو بعد عشر سنوات أو بعد عشر سنوات ولا واحد لأنه شعوب لها وقتها وهو ليس وقت البشر ويعني الانفجارات هذه تقع عندما يعني يصير فيه أحداث معينة مثل الانتحار يعني البعزيزي وتلاقي ظروف موضوعية وهي الحد الأقصى من القهر من الظلم إلى خريم حيث نحن ننتظر الآن الشرارة الآن هناك يعني الحطب يتكدس شيئا فشيئا والشرارة تقترب وأنا ذاك من الممكن يعني أن تكون هناك انفجارات وهنا دورنا دورنا احنا المثقفين ودور السياسيين إلى خيره هو أن نرسل خريط الطريق أن نعطي أمل أن نقول ماذا نريد يعني بعد لما تقوم هذه الانفجارات إلى أين يجب أن تؤدي ماذا سنفعل ماذا يعني دور صياغة الأحلام بالنسبة للمثقفين الشعوب دائما وبدأ تركض وراء أحلام لابد أن يكون لنا القدرة على يعني إعادة تشكيل هذه الأحلام العربية وهذا دور الأجال إن شاء الله الأجال الجديدة لحتى تتواصل معركة التحرر التي هي الآن أصبحت معركة تحرر بالنسبة لإسرائيل بالنسبة لشعب الفلسطيني التحرر من الاستعمار الخارجي وبالنسبة لشعوبنا العربية التحرر من الاستعمار الداخلي يعني دائما وبدأ نقول أن الاستعمار والاستبداد وجهاني لنفس العملة إذن إخواني أخواتي من دون أن أطيل عليكم يعني للترخيص نعم نحن نستطيع نفخر بأن قضية الشعب الفلسطيني أصبحت قضية عالمية وأن العالم كله مع هذا الشعب العظيم هذا الشيء يعني بالنسبة لي هو الانتصار الأكبر كما قال الأخ أنس وأنا متفق معه تماما أنه يعني مهما كانت النتائج مهما كانت غدا تعلمون أن غدا سيكون تصريح بالحكم إن شاء الله يعني يكون في صلاحنا لكن مهما كان الشيء وقع يعني إسرائيل ذهبت أمام المحكمة واتهمت بأخطر تهمة والعالم أجمع شافها أنها في وضع من المتهم إلى آخره بينما أنا كنت في القاعة لما صار في المحاكمة أنا تدبرت أمري لي كأكون في القاعة وكان فعلا مشهد تاريخي مشهد تاريخي يعني أنه أنا كنت جالس على يعني في البالكون الفوق في المدعوين أو الضيوف وتحتي يعني كان هناك الفريق جنوب أفريقيا وفريق وفريق إسرائيل وكنت أشاهد الفرق يعني الفرق الرهيب بين هذا يعني الوافق جنوب أفريقيا اللي هو فيه بيض وسود وهنود مثلا شعب يعني شعب مثل البشرية ويدافع عن قيم وبلغة قانونية وبالطرف الآخر اللي هو مثل العنصرية الأبرتايد للقتل إلى خيره وأنا شفت يعني بالنسبة لي مشهد كان مشهد عظيم لأنه يعني شفت أنه الحلين المتناقضين المتنافرين لنفس الإشكالية أنه عندك إشكالية أنه عبان يتقلاني على على أرض وشفت الحل الذي مثله مندلة اللي هو رفض العنصرية البحث عن التوافق الحقيقي احترام حقوق الإنسان دولة قانون والمؤسسات التصالح مع المنبوء والحل الإسرائيلي اللي هو يمثله اليوم نتانياهو اللي يقول لك لا يعني مزيد من العنصرية مزيد من الأبرتايد مزيد من الحرب مزيد من الخراب من هذا التدمير يعني كان عندك مدرستان مختلفتان فيما يخص يعني كيف يتحل هذه المشاكل وأنا أعتقد أنه المثال يعني غزة هي التي فرضت الآن على البشرية جمعا أن تختار ما بين يعني الحل في جنوب أفريقيا والحل الإسرائيلي وأنا أعتقد أنه التاريخ سيكون في مصلحتنا والحمد لله إذن يعني ختاما هذه الكارثة وهذه المصيبة من ناحية البشرية 25 ألف قتل 60 ألف جريح تدمير غزة إلى خره هي أيضا المنطلق حسب رأيه لإعادة إعادة تشكيل ليس فقط المنطقة وإنما إعادة تشكيل ربما العالم العربي وربما إعادة تشكيل العالم يعني يجب أن نكون وعين بأننا نحن نمر الآن بلحظة تاريخية ليس فقط في قضية الصراع ما بين إسرائيل والفلسطينيين وإنما أيضا في إعادة تشكيل ربما العالم العربي وربما في إعادة تشكيل العالم وهذا يعني بفضل تضحية أهل نقيوانزة وبفضل يعني هذه المقاومة الجبارة التي أعطت عدد خلطت كل الأوراق والتي ربما ستجعل التاريخ الذي كان ماشي في اتجاه معين ماشي في اتجاه آخر أختم بهذا وشكرا مرة أخرى على دعوتكم على هذه الفرصة التي أعطتني يعني فرصة أعطتني هذه الفرصة لإعادة التعبير مرة أخرى أولا عن التضامن عن المحبة عن العجاب بأهلنا في غزة وعن أنه ضرورة أنه إحنا كلنا الآن كل واحد في ميدانه يجب أن نتجند لخدمة هذه القضية لأنه إحنا فعلا الآن أصبحنا في معركة تاريخية وهذا شرف كبير بالنسبة لجيلنا لأن نكون جزء من هذه المعركة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام وبركاته شكرا الدكتور المنصف المزوط خاند الرئيس نحن استمعنا لك بإنصاط وفأنك تقول لنا أن الحاضنة الشعبية التي نسعى إليها ما زالت موجودة وقائمة فقد أنقذتنا غزة وتبحيات أهل غزة من اختفاء الحاضنة الشعبية وبالتالي أصبح دور المعلمين من الحركات التحررية أن تعيد سياغة أحلام الشعوب العربية وقبل أن نختتم بالتخامة الرئيس عاد إلينا دكتور حمي الجزار يحدثنا في دقائق قليلة عشر دقائق عن رؤياتي في مدارة من نقاش أو عن رؤياتي في محاور الندوة دكتور حمي الجزار مرة أخرى هو مسؤول القسم السياسي لجماعة الإخوة المسلمين وهو كان عضواً ببرمان الثورة لعام 2012 وعضواً بالحيئة التأسيسية للمسطور 2012 تحياتي وشكري الجزيل لمنتدى رؤى الذي يمثل وعدة التثقيف في القسم السياسي وكل الشكر لزملائي الأعزاء في خامة الرئيس منصف المرزول ودكتور نسي تاكريتي لديني استعدتوا بسماعيهم حقاً كان يجب أن أكون متحدثاً في البداية لكي أرحب فقط وكي أقول لكم يا ضيفانا لو زرتانا لو وجدتنا نحن الضيوف وأنت رب المنزلي وكلنا حقيقةً حينما نتحدث عن الحاضنة الشعبية بين طفال الأقصى والثورات الربيع العربي نحن كلنا أصحاب ديار ولسنا ضيوفاً فالشكر لكم كميعاً والتحية لأرواح الشهداء الذين هم أحياء عند الربين مرزقون بل وأحيوا غيرهم أحيوا الدنيا كلها الحاضنة الشعبية الآن لقضية الفلسطينية لن تصبح فلسطينية بل أصبحت كما تفضل أخي أنس وخامة الرئيس وقال أصبحت إنسانية تتسعت الحاضنة الشعبية وهذا يعني يشير إلى إن شاء الله أن العالم كله سوف يسير في اتجاه الصحيح في الذي يحتضن الحق بعدما كان الحق غريباً في هذه الديار الندوة فيها ثلاث جمل وكلمتان أما الجمل الثلاث الحاضنة الشعبية طفان الأقصى الربيع العربي أما الكلمتان الدور والأعثر اسمعوا لي أن ما معنا الحاضنة الشعبية الحاضنة الشعبية هي المجتمع الذي يحتضن إما المقاومة أو الثورة حينما نقول مقاومة فنقصد أهل فلسطين الثورة نقصد الربيع العربي وهذا المجتمع على استعداد من خلال هذا لاحتضان أن يوجد البيئة المناسبة لعمل هذه المقاومة أو هذه الثورة ومستعد أيضاً أعني المجتمع على أن يوفر كافة الاحتياجات وتحمل كافة التكاليف وقد وجدنا كيف تحملت الحاضنة الشعبية في فلسطين التكاليف سواء كان هذا من أرواح قدمت وناس أصيبوا وذدمير ولكن مع هذا أصبحت الحياة سارية الآن في كل العالم تهتف باسم فلسطين وبالحق الفلسطين الذي هو امتداد بإذن الله تعالى أو سوف ينير الطريق إلى الحق العربي في بلاد الربيع العرب والحاضنة الشعبية يمكن أن نعتبرها ثالث ضلعين يعني هناك ضلعين آخران والثلاثة يشكلون مثلاتاً الضلع الأول القضية العادلة والضلع الثاني القيادة الرشيدة ثم تأتي قاعدة المثلث وهي الحاضنة الشعبية الذي هو الشعب والمجتمع صاحب القضية العادلة وهو الصاحب الأصيل وهو الذي يقوم بالتوكيل لمن يقوم بالمقاومة ومن يقوم بالشورة ومن ثم كانت الحاضنة الشعبية هي صاحبة الأصل وإذا غابت غاب الأصل وغاب الدعم للقضية هذه الحاضنة الشعبية في فلسطين حدث لها شيء لافت للنظر نتعلمه كي نحاول أن نقلب هذا بالحاضنة الشعبية في بلاد الربيع العربي التميز الإيماني واخصة بالتميز الإيماني كليمة الإيمان بمعناه الاستلاحي وأيضا الإيمان بالقضية وناس آمانوا بالله وآمانوا بصحة قضيتهم وانظروا إلى كم الشهداء وذويهم كيف كانوا يتفاعلون واخدوا وائل الدحدوح نموذجا هذا أمر لافت للنظر وهذا لم يأتي من فراغ هذه الحاضنة كيف تكونت حدث لأحد الفلسطينيين أنه كان عندهم كم ضخمة من التبرعات قسموها نصف للقرآن حفظ القرآن ونصف آخر للقسام ومن ثم وازنوا بين تجهيز هذه الحاضنة بهذا الشكل الإيمان الرفيع وجنود النخبة الذين استطاعوا لأول مرة في تاريخنا المعاصر أن يقتحموا فلسطين المحتلة كانوا النخبة كما أبلغنا أهلنا في فلسطين النخبة الصوامة القوامة الذين تربوا إذن هذا التميز الإيماني شيء مهم ربما في يعني الربيع العربي كان هناك تميز بالقضية ولكن التضحية الشديدة بهذا المفهوم يحتاج إلى مزيد في بلادنا العربية ورغم أن هناك تضحيات قدمت كثيرا ونغرأ أثرها الآن في ما حدث في مصر ما حدث في دونس وعشرات الألاف الذين هم في السجون ولكن كل ذلك يهون حتى تنتصر القضية هذه النقطة الأولى في التميز في الحاضنة الشعبية نقطة الثانية التدرج الجهادي مرت الحاضنة الشعبية في فلسطين بأمور كثيرة بدءا مثل الانتفاضة الأولى سنة 87 الانتفاضة الثانية سنة 2000 انتفاضة القدس الثالثة سنة 2015 التي سميت بانتفاضة السكاكين ثم الانتفاضة الرابعة التي حدث 2021 وهي عند حي شيخ جراح هذا بخلاف المعارك التي خاضتها هذه الحاضنة الشعبية وجهزت تجهيزا لما نحن فيه الآن من طوفان الأقصى الحرب التي تمت في ديسمبر 2008 واستمرت 21 يوما الحرب التي تمت في ديسمبر 2012 وطلت فقط ثمانية أيام وأرجو أن نقارم من هذه الأيام ثمان أيام سنة 2012 أيام كان الشهيد الدكتور مرسي رئيسا لمصر وقال قولته الشهيرة لن نترك غزة وحدها ولم تكن كلمة فقط بل كان فعلا يؤيده هذا القول أو يعني فعل شاهد على القول أو فدر رئيس وزرائه فتح المعبر تماما مد مد الأهل غزة بكل ما يحتاجون بالإضافة إلى الجهود الدبلوماسي وجاءت هيلريك كلينتون إلى القاهرة وقتها وانتهت الحرب في هذه الأيام القليلة وانظروا وقارنوا بين ما حدث أو ما يحدث الآن من أكثر من 110 يوم ولا أحد يتحرك أقصد بهذا الاستعراض أن هذه الحاضنة الشعبية مع تميزها الإيماني خاضت مواقف ومواقع جعلتها في هذا التدرج التراكمي حتى إذا جاء طفن الأقصى لم تهتز هذه الحاضنة رغم التضحيات بل زادت في عالمنا العربي وزادت في عالمنا الإسلامي وزادت في العالم الذي نعيش فيه إذن هذا درس نأخذه ونؤيد به كلام فخامة الرئيس فأن الحطب يكتمع التراكم يحدث والشرارة سوف تأتي وحينها تكون الحاضنة جاهزة لهذا الانطلاق لكن مهم جدا الضلة الثانية مع الحاضنة وهو القيادة الرشيدة التي ترتب كيف تستثمر أو تستقمر هذه الثورات أو هذه المقاومة لابد أن نعترف أننا في تونس وفي مصر أيضا حدث أمور ودخل أعداء الثورة وفتتوا وفرقوا بين أهل الثورة ونفتجر في مصر ما سمي بإتلافات شباب الثورة عشرات بل مئات من هذه الإتلافات التي الذين كانوا يتنازعون أنا كنت عضو مجلس نواب في هذا الوقت وكنت أعجب كيف يحاصر مجلس النواب ونجد صعوبة بالغة في الدخول إلى مجلس النواب هناك جهد بذل من المجلس العسكري لكي يفتت هذا الأمر بل وتذكرون كثيرا الحادث الذي حدث في بورسعيد هذا المتشل الكروي الذي انقاب إلى مأتم كبير لكي يثور أناس ضد أناس وتفرق المجلس إذن نأخذ درسا أنه حالة استعادة هذه الروح مرة أخرى لابد للقيادة الرشيدة أن تدرك أن تجمع أهل الثورة جميعا ولازلت أذكر فخامة تكلام فخامة رئيس المرزوق حينما قال القضية ليست قضية إسلام مقومية لكنها قضية وناس يؤمنون بالديمقراطية أي أن كانت تجاههم وناس ضد الديمقراطية أي أن كانت تجاههم فلابد أن نجمع هؤلاء الذين هم مع الحق ومع الديمقراطية حتى تكون القيادة الرشيدة مكملة للحظنة الشعبية جهود أعداء الثورة والاستبداد يدخلون على الحظنة الشعبية ويريدون أن يصرفوها عن الطريق وسمعنا ونستمع للتخويف يخوفون الحظنة الشعبية بمستقبل مثل ما يحدث في سوريا أو ما يحدث في ليبيا أو ما يحدث ونسمع احمد ربنا أنه يوجد دولة هذا الأمر تخويف ولكن لابد أن نواجهه بالأمل لا نحن مصرون على أن نتعلم من الماضي حتى نأخذ الأمل فيتغلب الأمل على الألم وعلى التخويف إذن لا نخاف أبدا من المستقبل بل عندنا أمل كبير أولا في الله ثم في قدراتنا على التعلم من الأخطاء التي تمت في الماضي حتى نوجه الحظنة الشعبية إلى طريق واحد لا تفرق كما تفرقت في بلاد الربية العربية هذه الحظنة الشعبية أيضا لها وظائف لماذا نعرس عليها هي التي تمد الثورة أو المقاومة بالأنصر لديها أهم العناصر وأيضا هي تتفاعل مع الحالة التورية أو تتفاعل مع حالة المقاومة كما هو معلوم ومشاهد في غزة الآن وهذا الالتفاف الشعبي يمنح هذه الثورة أو يمنح هذه المقاومة الشرعية والقبول العام إذن الدعم المستمر من الحاضنة الشعبية شيء مهم لكي تستمر الثورة ولكي نغلغ الأبواب أمام الاختراقات التي كان ويصر الأعداء الثورة على عملها هيا نقارن بين ما حدث في الحاضنة الشعبية في غزة والحاضنة الشعبية في الضفة حاولت إسرائيل وهنا لها عندي كلام أنقله بأسماء الذين قاموا به كان فيه جنرال أمريكي انتدبوه كي يبشر أهل الضفة الغربية بمستقبل أفضل هذا الجنرال اسمه كيث داينون كان يقود فريقا لعادة تشكيل الوعي الفلسطيني هذا الوعي الفلسطيني الذي بدأوه في الضفة الغربية ويدربه ما يسمى بسلطة أو بجنود وضباط السلطة الفلسطينية وضبط فلسطيني الكبير كان يخاطب هؤلاء المتخرجين الجدد ويقول لهم أنتم الآن تخدمون شعبكم حتى نعيش في سلام ووآمن مع إسرائيل هذه النتيجة التي فعلها كيث داينون الأمريكي الصهاينة يقول له كم تأخذ من الوقت كي تخرج لدنا أجيالا من هؤلاء الذين يضمنون الشيئين سلاما مع إسرائيل ويضمنون أن يتخلى الجيش الإسرائيلي عن الحماية في داخل الضفة ويتولى الحماية جنود السلطة الفلسطينية إلى هذا الحد يحاول الأعداء أن يوجد حاضنة شعبية أو حاضنة أخرى لابد أن ندرك أن هذا يتم بأشكال متعددة سواء كان في فلسطين أو في العالم العربي الذي ينتظر استئناف الربيع مرة أخرى لابد أن ندرك هذا الأمر وندرك أثر الأثر الذي حدث من طفان الأقصى على الحاضنة الشعبية هناك استطلاع للرأي قامت به قام به المركز الفلسطيني البحوث السياسية والمسحية بالتعاون مع مؤسسة كونراد أديناور ونشر عام 13 ديسمبر الماضي يقول إيه الاستطلاع 60% يقومون أن المقاومة هي الحل 70% يطالبون برحيل السلطة الفلسطينية 90% يطالبون برحيل عباس 64% يرفضون مشاركة السلطة الفلسطينية في لقاءات مع الأمريكان لبعث مستقبل قطاع غزة 60% يطلبون بقاء حماس في القطاع بعد الحرب تأييد حماس داخل الضفة الفلسطينية الزاد ثلاثة أضعاف إذن أثر الشهداء أثر المقاومة أثر الثابتين أي كان هذا الثبات في المقاومة أو ثبات على مبادئ الربيع العربي يجعل الناس يحسون ويتحولون هذا التحول الإيجابي أنا موقن أننا لو عملنا استفتاء في تونس أو في مصر أو في سوريا عن ماذا يريد الناس في المستقبل سوف نجد العبارة الشهيرة مرة أخرى الشعب يريد إسقاط النظام لأنهم جربوا وحاولت النظم الاستبدادية أن تخوفهم لكنهم وجدوا انهيارا اقتصاديا انستدادا في الوفق السياسي وانهيارا مجتمعا واخلاقيا فلعل الآن الوقت مناسب كي نعود مرة أخرى للحاضنة الشعبية ونعمل على اتساعها في بلادنا وفي البلاد التي حولنا ونعطي الأمل إن شاء الله في غد سوف يكون للحق ولأهل الحق ولمعسكر الديمقراطية كما يسميه تخامة الرئيس الدكتور منصف المرزوقي مرة أخرى أشكر الذين دعوني لهذه المخادرة أبو الهديم ندوة وأشكر حضرنا جميعا وعلى رأسهم ضيوفنا الكرام فقامة الرئيس والدكتور أنسي تاكريتي وأهلا بك شكرا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر